أختي مغاربة، السلام عليكم وش مقتنعين بحالي أن حكومة عزيز أخ النوش غادة بهذه البلاد الهوية غادة بهذه البلاد الحيط المغرب يعيش على صفيح ساخن، على فوهات بوركان الاحتقال الاجتماعي وصل يمكن لما عمر وصله له يمكن في التاريخ دينا غير هذه المرة كمواقع التواصل الاجتماعي كين واحد الشعب اللي واعي ماشي بحلش حال هدي نجيبوا أغبار رجل سياسي سير الحكومة سيتأخذ قرارات صائبة غير من قلب دياله وسيقول لا، سيقوم بتغليه هنا لا، سيقوم بتغليه هاي هذو ممسوقين، هذو سيقوم بتغليق اللي معتفر، واش ضد الملكية؟ واش أجنيدة أجنبية؟ أنا كنت أتكلم على الأوروبيين اللي بغوا يقزمونا باش الرجوع للحجم ديالنا اللي كنا عليه هذي يمكن واحد الخمسة عام والعشرين عام؟ تدني الخدمات الصحة العمومية والتعليم العمومي كي يجعل المواطن المغربي كافر كتعرفوا غير هاد سبتو الحد في جزر الكناري الجوارديا سيفيل عطقات مئتين و تسعين مغربي حرق هادو غير اللي تشدو يعني المئات دازو كتعرفوا حسب الصحافة في جزر الكناري يوميا كينا مئتين مغربي كتوصل يوجد حراسة أولا يوجد حراسة حدود وكل شيء وماذا لما أقول الدريس البصري الله يرحمه في هذا النهار هذا كان يطابق اليوم كنخليو هادوك الشباب اللي غادي نوض لي نصدع ويطالب بالإصلاحات ويطالب 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 ويهجر ويهرب ويدي يصدعوا معاه إلى مات الله يرحمه كي تقول البصري وإلى داز هذا سيفت لنا العملة الصعبة وغادي عادي المرأة من المغرب ويبشي لتمة وغادي يكون سافير دينا لهيه ما عفت الله أعلم لا يأخذنا دروس من الشوهة العالمية سبتة لشباب شيوخ أطفال رضع عائلات كل شيء عربا من المغرب لا يأخذنا دروس والأخطر من هذا كله أخطر من هذا كله وهو نحن مجتمع مغربي نحن رائعين نحن شباب ولكن لا يتحرك لا يوجد لا يوجد لا يوجد الأحزاب السياسية فشلة لا يوجد مجتمع مدني فشل مثلاً هذه القديدة السبتة التي كانت وقعت وهذا الحرق الخدام والمغربة يموتوا في المحرب غير هذه تسائل المسؤولين هذه هي وقفة وطنية واحدة وقفة وطنية وكل شيء يدوي ووسائل الإعلام وهذا علاج لأن الناس لا يراضي على المغرب علاج المغربي غير راضي على المغرب ويجعل أول فرصة يمشي لا يتحرك لأن المسؤولين الكبار ويقول لهم عن السوق الجنسية كندا لا يتحرك لأن المسؤولين الكبار عن المال وكيف والتهريب من هنا يبدأ إصلاح المغربي نحن نحن في الحاطفة كنت تعرفون قديد ريان كل شيء كل شيء شهد التليفزيون كل شيء سالة 24 ما يتحدث عن ريان انسيناها نحن في سالينة موضوع سالة الشعب المغربي ومعنى العالم تلها خمسة قديد يسمي قديد ريان في الوقت الذي كان يجب أن نأخذ الدروس وفي هذا الموت الموت الباشئ من هذا الطفل الله يرحمه وصبر عائلته مكاشف ستمر مرور الكرام على الأقل نقفه ونقوله الإنقاذ في بلادنا الواقعية المدنية عاجلا سنزيد الميزانية ونزيده 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 ننسينا كنقلبه وثاني لا شيء أخرى نقلعه سياسة الإلهاء والشعب غير مكبوب وغير مصيوق وصفي تعرفون بعد القرارات الغير مفهومة كوفيد إغلاق الحدود على المغربة قتلت الشعب هلكاتنا الشركة تسدو الناس والحباسات الانتحارات وصلنا إلى هذا الحد ون يعطينا حتى النسب المئوية سنتحر ستطلق هذه القرارات التي تحترم المواطنين لها هذه القرارات التي تحترم المواطنين هذه القرارات قتلت الشعب قتلت السياحة قتلت مئات الآلاف من المواطنين تعرفون مع كوفيد الشعب المغربي كراسها ستقول لي عالمياً سمحوا لي عالمياً الدول التي تحترم مراسها أولاً أعطيت مساعدات للشركات كبيرة مالية إعفاءات ضريبية أعطيت للمواطنين فلوس لكي تعيشوا في الكرامة لكم كذبنا على المواطنين كذبنا على الشركات بعدها الشركات لا سنعطلوا لا سنعطلوا كل شيء كذب 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 وزعمها على الواقع قولوا لي شركات النقل السياحي الابتزاز الذي يتعرضون لي بشكل يومي من شركات القرض التي تفعل أبنك قولوا لي بانك أجلات القرض أو الفوائد أو شيء لا كل شيء فوائد يعني خاصة هذه المواطن أو هذه الشركة عشر سنين تحلل حدود دابة والحركة الدور عشر سنين وقيلة يا الله إلى هزة الرأس يعني السنوات التي جاء إلى أن تبشر بالخير الشركات سيخدمون غير على الأبنك وغير أن يضعوا قروضهم المواطنين لا يقدروا لا يطلب إصلاحات لأنه مضارب في الأمور اليومية يريدون كيف يخرج رأسه يريدون 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 هنا مواطن تحف الفخ وهنا في المواطن لا يقدر شيء يدوي يريدون الإصلاح ويريدون الإصلاح العدالة ويريدون التعليم العمومي ويريدون الصحة العمومية لا 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 يريدون أن يكون بهذه القضية هذه زادنا زاد بلادنا الجفاف كل شيء مؤشرات سيكون هذه العاملة ويجب أن تدوي على هذا الموضوع الجفاف واقتصاد الطروة المائية لبلادنا لا تريد أن تكون مصوقة لا تريد أن تكون مصوقة لا تريد أن نمشيون المواطنين نحن في أقادي لا تريد أن تكون السلطة المحلية لا تريد تريد أن تخدم من أتي والجراضي والبيسينات تكلمت عن هذا الشيء كامل نقول بأن الطروة المائية ديال جهة السوس 10% يجعلها الديور ويجعلها البيسينات وهذا 90% يجعلها الفلاحة كل شيء يقول لك بأن كان لدينا تحليات المياه اللي دابا وكل شيء فرحان يطب له بالنسبة للفلاحة هذه الماء ديالتحلية عنده تمان وتمان غالي ونعاكس على الفلاحة ونعرفنا ما نقننها ونجعلنا العبات الليمون يشرب في ذلك الماء ونحن ونحن نجلب الدلاحة وغرصنا 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 هذه كلها تتحكم بأن هذا الشيء غير عباتي وغير لا كان الناس ودافعين الجفاف نعطيكم مثال غير صغير تعرفون منك أن صغير كان تفير مع عائلية صغيرة وغير وغير الدلاح الدلاح كنتي منك تتاكل دلاحة كتشدك زرعة وكتكرمها تعود تغرصها و هذا الدلاح يعود ينض الدلاح دياليو ما بقاش لأن هذه زرعة ما بقاش ولا تحديك زرعة العاقرة غرصها ما تتعطيك لا تتعطيك دلاحة لا تتعطيك لا تتعطيك بحل بحل العداد من الهندية لماذا قتلوها لماذا أنا أقول لك هذا كله مخطط لها هذه كل الدبابة القنوزية لماذا تتحكم شيء واحد تسوق لها أو وزارة الفلاحة أكبر خطر على المغرب أكبر خطر على المغرب روخان في الفيديو في هذه الثلاثة ولن أحصي الفضيحة هذه السيدة في كل القطاعات التي كان يحدث لمدة 14 سنة في الفلاحة تنمية القراوية لأن كانت تنمية القراوية بالصح لا يكون شرايان طح الله يرحمه لأن العالم سيسمع بأن الناس لا تشرب بأن أتكلم في المغرب ونحن كانت بأن نحن نعلم فلنبدأ بإمكانه فلنمت تحقيق من أجلها 400 ساعة و أجلها من أجلها في البلاسة تنمية تنمية من طرف البواخر عالي البحار من طرف الصيد السحيلي وشبكة غير قانونية تهريب في الموانئ ما سأقولك ماذا نقول لك تلوط البيحار دينا تحبكوا بشي واحد كيدوي تواحد ما كيدوي راح المشاكيل اللي انا كانت خبطو فيها بشكل يومي والماكلة وهذا كتدورنا ولكتحور الافكار دينا باش غادي نبنيوا مغريب جديد الشيحيتيات من ضربين غير مع رجلينا بحال دك اللي عطيتها بشكل طب وعزيتي الهرودة وخليتي كيب بيطالي وكهذا وراء رصت فلاصة ذاك الشي اللي غادي وقع للشعب المغربي وهذا الشي اللي وقع لنا مع عزيز اخ النوش هذي خيانة عظمى هذي خيانة عظمى ما يمكن شاي البارح كتدير الجمعية ديال الارباب النقل وكيقولوا غزيدوا عشرين في المياه عشرين في المياه قتعرفوها بأنه لأن المزود زاد لأن كل الناس كيخرجوا يقولوا كوانا ما عاد شي عالمي ايا عالمي بتلقي اولا غادي نسأل انا يا شركات ديال المحروقات ومنك تغلسوا معها وكيعودوا لكم شي حويش ديال الاحتكار من طرف شركة صاحبنا وشي حويش اللي هي غير ديمقراطية وغير تجارية اللي كدر نخلوها تجمل رابط كتعرفوا بأن هذا الزيادة في المحروقات العالمية مني كان البرميل كيسوا ثلاثين دولار وعشرين دولار كيسا لما زود ما زوده ليس مزيدنا مرقش؟ كيف يدخلو هات شركة ديل الفلوس؟ كيف يخترناه بملايير دولارات؟ كيسا لكم من التزاد والقدرة الشرائية ديال المغربة نخافضت بزاد في المغاربة على باب الفقر؟ لا يمكن أن يقولوا عدد منهم رأوا في الفقر. لماذا اليوم سنقص الدولة في الضرائب ديالها؟ كل شيء المواد الأساسية في المواطنة المغربية كلها تزادت. لماذا الدولة لا تقصت في الضرائب ديالها في الجماريك ديالها؟ لكي تحافظ على القدرة الشرائية. لن تنضلكم الانتفاضة خبزة ثانية. لا يمكن أن يقوم الانتفاضة. لماذا تخمموا لله؟ لماذا تخمموا لله؟ لن يقول الناس لا تقرر الحكومة لك. هناك حكومة الضل. هذه الحكومة هي الرسمية التي نعرفها عزيز أخ النوش. لماذا تنريد رجال؟ لا يمكن أن يضربوا في الطبلة. لا يمكن أن يقولوا لهذا الحكومة الضل. ولا يقولوا ما يجب أن يضعهم مصورتهم. إذا كانت صحك هذه الحكومة الضل. قلوا لهم صورتهم الله سبحونيها. لأن مصلحة الميلاد هشفة هشفة هشفة. مصلحة المواطن هشكين. ما سيقولون لكم الله؟ هذه تفكرني في قضية السحراء. ناضلت فيها لمدة 1-23 عام. ومني بدأت وكيقول لك هذا الميلف من الأحزاب السياسية. من كل شيء يقول لك هذا الميلف من القصر المالكي اللي يسيره. مني كنت كانت رأس جمعية السحراء المغربية. تاخدت مع الإخوان قرارات كبيرة. وهذا رميل في السحراء. ما امار القصر المالكي يسبر Champions League تتعالي. مع الملول على القصر المالكي وخبرني الرائضاء. ما ستعالي؟ ما ستعالي؟ كيف ستعالي؟ ما ستعالي؟ ما ستعالي؟ لكن، كما تعرفوا ما ستعالي؟ فهم خدموا مصلحة للبلاد. ونسقوا لو اداراة. لم تقوموا بأداراة وقلواerne بأدرالها. يمكن أن يكون هناك مقلال وقالوا لا ولكن فرطت رأيي وكان رأييي صعب ومعمرهم قالوا لديك سير دخول سوق رأسك نعم بحل الحكومة حتى إذا كانت هذه الحكومة الضل الحكومة أخصنا فيها رجال وعيالات في المواقف لم يكن لديها الذكورة وانتوات اليوم 20% تزادت ستزيدنا في النقل البضائع ستزادت في الخضرة ستزادت في كل شعبتين ستزادت وهذا ما رأيكم عارفينه لذلك تدفعوا المغاربة للانتفاط لخروج للشريع لكي تنطي شيئا ونقولها ونعاودها هذا المرة الناس اللي خرجتها تخرج تساءل ملك البلاد لأنه لم يكن لدينا الأحزاب السياسية لأنه لم يكن لدينا البارشوك لم يكن لدينا النقابات لم يكن لدينا النقابات والشعب المغربي يجب أن يتساءل غير المالك فالوقت لله نحن دولة المؤسسات لإصلاح لنا هذه الأحزاب هذه القضية التي لا تريدون أخنوش فلوس الذي يريدون فالدولة تفقين قرار غير صائب صوته عليه أقلية للشعب المغربي أغلبية الشعب المغربي قطع الانتخابات غير راضيا على هذا السيد ولا غيره وكيف يريدون أن يتساءل لأنها لا تحملوا 17 ألف مليار وكل هذه الأحزاب سيعود لكم التربية ماذا يكون هذه الأحزاب ؟ ماذا يتساءل أجندات أجنبية؟ أنا أسميها أجندة أجنبية ماذا يتساءلون في هذه البلاد؟ المواطن لا يكون قادرين يعيش المواطن الصحة العمومية لا يمكن أن يتساءلوا الصحة عند الخصوصين التعليم كل ما يتساءل الخصوصي لا يمكن أن يتساءلوا التعليم العمومي الناس تهلكات الدول الأجنبية أعطيت المواطنين لأن يعيشوا بكرامة أعطينا هذه المواطنين ألفين درهم ألفين درهم لا يمكن أن نقرروا بها لا يمكن أن نقرروا بها لا يوجد تطبيب لا يوجد أي شيء لا يوجد طريقة الدار ولا الكرة الدار ولا معيشة إمتى؟ شعب مغربي سوف نعاو أن هذه الحكومة غير صالحة هذه الحكومة فاسدة سمعت المدوينة ميسى سلامة كتتكلم على ملاحفيد العالمي وراء كلهم في قفة وحدة أهدرة خوية أبغينا شي واحد سياسي ليس تكنوكرات وحتي لك أن تكنوكرات يكون نقي وعندو خطابات ويخاطب المواطن المغربي في عينه ونسمعوا له ويديوا معنا بالدريجة لا يتعكّل بحل أن يكون أخنوش تابع الحوت أو كيباب له المغربي الحوت سأشتوه باللغة الفرنسية ويحاورها ويدافع عليه قال له أن هذه الفرنسية لا يوجد فرنسية حشوما رأفتن بهذه البلاد رأفتن بالمواطن المغربي رأفتن بملك البلاد أنا كمواطن والله العظيم أريد أن أقول لكم إذا خسنا واحد تورا مواطنة بالعقل لكي يطير هذا الرئيس الحكومة خسنا البديل خسنا اقتراحات خسنا ناس خسنا شي شيئا جيدا ولنساعد ملك البلاد لمساعدتنا نحن لا نريد نصدر لا نريد نشواع لا نريد نتحاجة والمسؤولين عارفين بأنه سيكون تهرس سيكون المصائب سيكون المصائب وكيف فلتنا من 21 فبراير الذي كانت مطالب من شروعه وعلى إترها غير خرجوه والناس ربقى عقلة غير خرجات 21 فبراير وغير حمروا عينهم في بعض المظاهرات وشوفوا الدصور في المغرب تبدل لماذا تدفع الشعب لكي يخرج لكي تدفع إصلاح لكي تطيرها الأخ النوش لكي مهم لكي تتبخي من فهو ماش لأنه بزاف على الغباء هذا الشيء الذي يوقع لبلادنا لا نريد صدع لا نريد مشاكل ولكن المغربي كاعي على المغرب المغربين يتصنع أول فرصة لكي يهرب من المغرب المسؤولين مصاوبين الجنسيات مخرجين الفلوس ودارين الفضائح وهم اللولين لو قاعدت حاجة يشطياره ويزيد مهم سنقوم متفائلين سنقوم متفائلين في الشعب المغربي سنقوم متفائل في ملك البلاد طبقة سياسية فاسدة مسؤولين فاسدين الدولة عزيز عليها لطوكار عزيز عليها مسؤولين طوكارات نمشي من أقادير إلى عدد من القطاعات الدولة عزيز عليها لطوكار الدولة في عدد من المحطات عزيز عليها شفارة ولا تحسبهم والخوان مليون يمشي للحفز والخوان مليار ومئة مليار معزز مكرر قد أعطيهم مناصب أخرى وهذا الشيء كامل سيخرج على الدولة الله يحفظنا وحفظكم الله يسر أموركم والله يدير شيء خير لهذه البلاد الله يسر أمورنا كاملين ملكا وشعبا كيفاش غادي نخرج منها الأيام المقبلة غادي تبين وكانت منهم من الله تكون سلمية ملكا وشعبا